مع اقتراب فصل الصيف حذر الاتحاد الأوروبي من موجة جديدة للهجرة غير نظامية مرجحاً أن يبلغ عدد المهاجرين هذا الصيف 450 ألف مهاجر بسبب تأزم الأوضاع في ليبيا وكشفت صحيفة دوديلي ميل البريطانية أن أكثر من 17 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا هذا العام عن طريق ليبيا وضافت أن خفر السواحل الإيطالي أنقذ أكثر من 1500 مهاجر غير نظامي قبلت السواحل الليبية في 11 عملية متفرقة خلال يومين ونقلت ديلي ميل عن مسؤولين الليبيين تحذيراتهم بالسماح لألاف المهاجرين بالعبور من ليبيا إلى أوروبا إذا لم يساعدهم المجتمع الدولي في موجهة الهجرة غير نظامية خاصة بعد نشاط شبكات التهريب في البلاد وتساءلت عن مدى استعداد الغرب لاستقبال هذه الأعداد من المهاجرين الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية فرونتكس أكدت أن أكثر من 154 ألف مهاجر غير نظامي عبر المتوسط العام الماضي انطلاقا من السواحل الليبية ووصلوا إلى إيطاليا وحذرت من تذاعف هذه الأعداد عقب أغلاق طريق البلقان أمام المهاجرين ونظرا لترد الأوضاع التي تمر بها ليبيا تعاني أغلب مراكز الإيواء والهجرة غير نظامية نقصا في الإمكانيات والموارد لوقف تدفق المهاجرين ومحاربة شبكات تهريب البشر ومع استمرار الانقسام السياسي وعدم وجود حكومة مركزية دعا المجتمع الدولي إلى سرعة تشكيل حكومة الوفاق الوطني حتى يتسنى له التعامل معها لمواجهة الظاهرة تشكيل حكومة الوفاق قد يعجل بدخول عملية يونيفير مرحلتها الثالثة التي تقضي بدخول المياه الإقليمية الليبية للحد من تدفق المهاجرين ويرى مراقبنا أن الاتفاق الذي أبرامه الاتحاد الأوروبي مؤخرا مع تركيا لإعادة المهاجرين قد يزيد الضغوط على ليبيا ويدفع مزيدا من المهاجرين إليها خاصة بعد ورد تقاريرا عن وجود أكثر من عشرين ألفا منهم في ليبيا ينتظرون العبور إلى أوروبا اشتركوا في القناة